بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على اشف المرسلين سيدنا محمد عبد الرسول كل سنة وانتوا طيبين عاد سعيد عليكم يا رب انا جايب لكم اكلها طبعا كلنا ما بنحبش البتنجان اكتر اولادنا ما بيحبوش فانا جايب لكم وصفات كتير 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 تشوفوا في هال البتنجان دي اول وصفة معنا هنجيب بتنجانة ونقطعها بالطول ولحمة مفرومة وطماطماية ونقطعها وبعد ما قطعناها بالطول ده نخرمها كده بالشوكة وبعد ان نحط اللحمة المفرومة عليها وبعد كده نجيب صانية ندهنها مادة دهنية وبعد نحط فيها البتنجان اللي احنا عملناه هنحط عليه الطماطم وبعدين نحطه في الفرن وبعد ما نحطه في الفرن نطلع ونحط عليه الجبنة اي جبنة عندكم وبعدين نحطه تاني بحس ان هي تسيح وبعدين نكلوها بالهنة والشفة ودي طريقة ويا رب لو عجبتكم ما تنسوناش لايك وشير عشان يوصل لكم مننا كل جديد دي طريقة تانية للبتنجان نجيب البتنجانا وهي مدورة نقطعها رؤية قوي قوي ونحط فيها الخلطة اللي احنا عملناها بتاعت اللحمة المفرومة ونحطها في دقيق ونشى وبيض ونروح عملنها في الزيت هو نحمرنها ووكلنها وبالهنة والشفة ودي طريقة تالتة على فكرة نجيب البتنجانا اللي هي الطويلة نقطعها برضك ونفس الحكاية نحط فيها كده ونحط فيها اللحمة المفرومة وكذا وبعد كده نحطها على في الخلطة اللي احنا عملناها ونقليها وتاكلوها بالهنة والشفة دي طريقة تالتة ربعة بقى ربعة دي بنجيب البتنجانا بعد ما نقطعها دواير زغيرة نروح ايه ما قطعنها اهي شايفين المنظر بعد كده نجيب لحمة مفرومة جزر بيضة ونحط التوابل بتاعتنا كلها وبعدها نحطنها تتقلي يطلع بالشكل الجميل دوت دي طريقة تانية نجيب البتنجانا اه حلقات بدل ما نقسمها مرة واحدة زي كل مرة لأ هنقسمها من النص وبعد ما نقسمها من النص نحشي هجو نحطها في الخلطة برضك اللي احنا عملناها بتاعت النشا والدقيق والباد وكده دي طريقة بقى وتاكلها بالهناشة دي طريقة بقى تانية للبتنجانا انا قلت اجيب لكم كده ساعد ونحب ناكل البتنجان كان بيبطاطس نجيب بطاطستين نقطحهم ونسلقهم وبعد ما نسلقهم نهرسهم وبعد ما نهرسهم نحط بقى اي حاجة عندنا لنشن لحمة مفرومة اه طماطم فلفل ونحطه طبعا التوابل اه عندك طوم بودر بصر بودر بابريكا وشوية دقيق ونقلب كل ده مع بعضه ويطلع علينا حاجة عاملة زي العجينة كده ناخد هنبططها ونروح قلينها تطلع بالشكل الجميل ده واخر الفيديو هقول لكم فوايد البتنجان حاجة كده واهمة بصراحة رأيكم ونعجبكم الفيديو ما تنسونش لايك وشير عشان يوصل لكم اننا كل جديد اللي بقى نقول ايه فوايد البتنجان اللي هو كيمة غزائية فوايده ايه بقى تعزيز صحة العزم الحفاظ على صحة القلب تحسين عملية الهضم انقاص الوزن انخفاض الحفاظ على الوظائف المعرفية والعقلية الوقاية من السلطان وعلاجه فوايد البتنجان فوايده حلوة جدا مخاطره بقى تناول البتنجان تسمم السلانين خفض مستوى الحديد في الجسم الاصابة بحصل كله الحساسية يعني لا نكتر منه ولا نقلل منه ولا نمنعه خالص بل بالعكس وفي حديد وفي حاجات حلوة كتير وفوايد كتير ياريت اللي اللي ما بيحبش البتنجان او اطفالنا ما بتحبش البتنجان ياريت نعمل لها بقى بالطرق اللي انا عملتها في الاول الطرق دي جميلة جدا والطعم يعز معزز وغير كده وكده ممكن نعمله مخلل بتنجان ممكن نحطها للمون بس على حسب ابني او بنتي بيحبوا ايه وما تنسونيش لايكوشير عشان يوصر لكم منينا كل جديد ومع السلام